تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة انطلق اليوم طواف سموه للهوى للدرجات الهوائية في نسخته الثالثة بإقامة المرحلة الأولى في منطقة بلاج الجزائر لمسافة 6 كيلو مترات ويأتي طواف في إطار حرص سموه على مواصلة مسيرة رياضة الدرجات الهوائية في اكتشاف مواهب جديدة من شأنها مواصلة الارتقاء بهذه الرياضة التي سجلت إنجازات متعددة في الفترة الماضية ووصول عدد من الدرجين إلى عالم الاحتراف إضافة إلى دعم الدرجين الهوى وإبراز قدراتهم الفنية وتعزيز ثقافة ركوب الدرجات الهوائية لدى المجتمع من أجل توسيع قاعدة الممارسين لها منح الاتحاد الآسيوي لفنون القتال المختلطة مملكة البحرين حق استضافة وتنظيم النسخة الرابعة من بطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للهوى والتي ستقام بالتعاون مع منظمة بريف وتحت إشراف الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة وذلك ضمن فعاليات اسبوع بريف الدولي للقتال 2023 والذي يقام في الفترة من الخامس وحتى السادس عشر من شهر ديسمبر المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية وتعد البحرين هي أول دولة في المنطقة الخليجية التي تحتضن هذه المنافسات ومن المنتظر أن يشارك منتخبنا الوطني لفنون القتال المختلطة للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته في البطولة الأسيوية بعد أن شارك في جميع النسخ الماضية حقق فريق المحرق انتصاره الثاني ضمن مشواره في دور عيسى بن راشد للكرة الطائرة وذلك بعد فوزه على فريق عالي بثلاثة أشواط دون مقابل في لقاء الفريقين ضمن منافسات المجموعة الأولى للدور التمهيدي وفي مواجهة ثانية بالمجموعة الثانية تغلب فريق النجمة على نظريه نادي اتحاد الريف بثلاثة أشواط مقابل لا شيء وبهذا الفوز نجح فريق النجمة في تحقيق انتصاره الأول بعد غيابه عن الجولة الأولى أعلن نادي الخليج السعودي رسميا عن غياب محترفه وقائد منتخبنا الوطني لكرة الياد حسين الصياد عن بطولة العالم للأندية السوبرغلوب والتي تحتضنها المملكة العربية السعودية من السابع وحتى الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري حيث كشفت الفحوصات عن تعرض الصياد لإصابة التمزق في العضلة الخلفية وذلك خلال مشاركته الأخيرة مع منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية الأولمبية والتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة تأهل نادي البحرين والرفاع الشرقي إلى نهائي مسابقة البيكر لدور البولينغ والذي ينظمه الاتحاد البحريني للبولينغ على مركز أرض المرح حيث تصدر البحرين المجموعة الأولى برصيد 54 نقطة فيما تصدر نادي الرفاع الشرقي المجموعة الثانية برصيد 56 نقطة هذا ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل